بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن أركان الاقتصاد الإسلامي وذكرنا أن من أركان الاقتصاد الإسلامي الملكية المزدوجة وتعني الملكية الخاصة والملكية العامة وانتهينا فيما مضى من الحديث عن الملكية الخاصة تعريفها وأهدافها ومجالاتها والآن نتحدث عن الملكية العامة كذلك نتحدث عن الملكية العامة من حيث مفهوم الملكية العامة وهي تعني ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكه عموم الأمة دون اختصاص أو دون أن يختصه أحدا بعينه كالأنهار والكلا والحطب والصيد هذا مفهوم كذلك تعني أيضا ملكية الدولة الملكية العامة كذلك تعني ملكية الدولة يعني هي الملكية التي تكون للدولة ومواردها لبيت المال وموارد هذه الملكية تكون لبيت المال يتصرف فيها ولي الأمر فيما يصلح للأمة وعرفت الملكية العامة بأنها حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين الناس عامة أو من يخصص منهم لمصلحة معينة حق الانتفاع بهذا المملوك إذن هي حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكين الناس عامة من الانتفاع بهذا أو من يخصص منهم لمصلحة معينة يخصصها ولي الأمر فينتفعون بهذا المملوك الأمر الآخر أهداف الملكية العامة تهدف الملكية العامة إلى عدة أمور الهدف الأول استحقاق جميع الناس الثروة العامة وذلك أن الناس شركة في هذه المنافع العامة سواء كانت هذه المنافع من الحاجيات أو من الضروريات وسواء كان الناس فقراء أم أغنياء فالناس في الملكية العامة يتسوون في الانتفاع بهذه الاستحقاقات وهذه الثروة العامة وينبغي على ولي الأمر أن يوسع على عامة المسلمين من هذه الثروات العامة إذن هذا هدف الهدف الثاني تأمين نفقات الدولة من أهداف الملكية العامة أنها تؤمن نفقات الدولة سواء كانت النفقات فيما يتعلق بحماية الدولة من حماية حدودها وتجهيز الجيوش وإعداد العدة وشراء السلاح أو فيما يتعلق بالأمر الداخلي بالضعفاء أعطاء الضعفاء والاهتمام باليتامة وتربيتهم والقيام على شؤونهم وكذلك أعطاء المساكين والأمر الداخلي للناس والتعليم والعلاج وكافة الخدمات المتنوعة التي يحتاجها الناس فهذه تكون عن طريق الملكية العامة فالملكية العامة من أهدافها أنها تؤمن نفقات الدولة في الأمور المختلفة وهي ما تسمى في هذا العصر بميزانية الدولة والتي تتمثل في وزارة المالية تشجيع الأعمال الخيرية من أهدافها تشجيع الأعمال الخيرية التي تؤدي هذه الأعمال الخيرية إلى التوسع على الناس المحتاجين من المسلمين كالأوقاف وغيرها من الأعمال الخيرية نأتي الآن إلى مجالات الملكية العامة ومصادرها أول هذه المجالات هي الأوقاف الخيرية وقد اشترط الفقهاء في هذا الوقف أن يكون على فعل معروف بأنه جهة بر فإن كان على جهة ليست جهة بر فإنه باطل ولا يجوز الوقف على جهة باطلة فإذن الأوقاف الخيرية التي يوقفها أصحابها على فعل الخير كتعليم القرآن أو يكون ريعها لليتامة وتربيتهم أو يصرف منها للمساكين وهذا من الأمور التي حث الإسلام عليها والصحابة ما كان عندهم شيء يوقفونه إلا أوقفوه وحينما يوقف الإنسان هذه العين يحبس أصلها ويسبل ثمرتها فإنه يزول ملكه عن هذه وتسير ملكا جماعيا للناس من مجالات الملكية العامة ومصادرها المعادن وهي ما أودعه الله سبحانه وتعالى في باطن هذه الأرض سواء كانت هذه سائلة أو جامدة وسواء كانت في البري أو سواء كانت في البحر وسواء كانت داخل الأرض أو ظاهرها هذه مما ينتفع به الناس كالحديد والنحاس والبترول والذهب وغير ذلك من المعادن التي تنتفع بها الدولة وتستخرجها الدولة أيضا الزكاة فالزكاة تعد من المصادر الثابتة لبيت مال المسلمين وينفق من هذه الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية أيضا من مصادر ومجالات الملكية العامة الأموال التي لا مالكة لها مثل أن يموت شخص وعنده مال ولكن ليس له وارث وكذلك الأموال السائبة التي لا يعرف لها مالك وكذلك الأموال التي أخذت عن طريق الرشوة وعن طريق بيع ما يحرمه وهي ما تسمى بالأموال المصادرة كذلك تذهب إلى بيت المال وهي مصدر من مصادر الملكية العامة كذلك استثمارات الملكية العامة وهذه الاستثمارات هي ما تقوم به الدولة فهذا يعتبر مصدر من مصادر دخل الدولة أنها تستثمر في المجالات المتنوعة كالمجال الصناعي والبترول ومجال الطرق ومجال المشروعات العملاقة الضخمة فاستثمارات الدولة هذه تعتبر مصدر من مصادر الملكية العامة تصب في مصلحة الملكية العامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر